اسئلة محتاجين نسألها لبعض في الخطوبة ونحاول نفهم منها بعض المعلومات زي فعلتكم الشخص اللي ماسك شوية او البخيل بتقوله عليه ايه والشخص الكريم بتقوله عليه ايه طيب فعلتكم لما بتحبوا توفروا بتوفروا ازاي ممكن ان انت توفروا مثلا عن طريق ان انتوا بتبطلوا تستخدموا كهرباء او تعللوا في استخدام الكهرباء فتطفوا التلفزيون ولا ما تجيبوش لبس جديد ولا توفروا بانكوا تقللوا اكلكم طيب مين اللي مسك الشؤون المادية او مين اللي بيتحكم في مصروف البيت باباك ولا ممتك طيب ان احنا نروح اه نتغدى او نتعشى في مطعم انت شايف ده ازاي يعني وصف لي كده شعورك تجاه ان احنا نروح نتغدى او نتعشى في مطعم هل انت شايفه اه مثلا تضيع فلوس شايفه اه تجربة حلوة شايفه اه تحميل زيادة على مسئوليات اللي انت اه شايلها وانه عدم احساس بالمسئولية شايفه ازاي طيب اه الحاجة اللي انت اه تمتلكها يعني لو ليك حساب في البنك او ايا كان هل اه شايف ان دي من حقي انا كمان ومن حقي باقي افراد الاسرة ولا شايف ان دي حاجة شخصية وخاصة بيك انت لوحدك واحنا اه ملناش فيها اه انت شايف انه بالنسبة اه لان احنا يعني الصرف بتاع الشهر وكده لو احنا اتزنقنا هنعمل سلفيات ونروح نسترف ولا هنعمل اي بالزبط من وكهة نظرك انت يعني ولو اه لقينا ان احنا الحكاية دي بتتكرر كل شهر هنعمل ايه من وكهة نظرك هنقلل اه حاجات معينة يعني مثلا اه هتقول لي تنازلي عن الميكوب او الكلام دوت او انا هقولك تنازل عن اه مثلا لو انت بتخرج تشرب شي بتخرج تشرب اه ايا كان اللي بتشرب وهقولك تنازل عنه ولا هندهر على حلول ما يكونش فيها تنازلات ولا هنتجه للسلف ولا هنعمل ايه بالزبط من محبتك للعيال فيما بعد يعني باذن الله هتجيب لهم كل حاجة انت تحرمت منها وانت صغير يعني هتحاول ان انت تجيب لهم مثلا لو انت كنت محروم للبس او اللعب والكلام دوت هتحاول ان انت تدفع كل الفلوس بكل الطرق ان انت تجيب لهم لعب والحاجات دي طيب بالنسبة لمدارس الخاصة اه انت ايه رأيك في الموضوع هل انت شايف انه افضل تعليم ان احنا ممكن نقدمه لعيالنا اه ندخلهم مدارس خاصة وكده طيب تمام لما انت بتيجي تشتري انت شايف انه الاحسن ان احنا نشتري اه بعد ما ندور كتير قوي ولا نستنى لحد دمالتخفضات تيجي ولا ما نشتريش غير لما يكون فيه تخفيض ولا يعني بتبمي بي يعني بالنسبة لموضوع الشراء دوت بتعمل فيه ايه لو جالنا فلوس زيادة تمام انت هتحب ان احنا اه نستنى مثلا على الفلوس دي لحد ما تكمل ونجيب بيها شقة ولا اه هتاخد قرار ان انت اه او ان احنا نجيب عربية ولا هتقول لا احنا ممكن نسيب الفلوس دي في البنك وبتزيد مع نفسيها واحنا تمام والدنيا تمام ولا هتسمح لنا ان انا وانت نصرف الفلوس دي في ان احنا ناخد كورساب مثلا يعني نجدد بيها حياتنا نحسن بيها علاقتنا نحسن بيها الامور اكتر ما بيننا ونتعلم فيها حاجات عن العيال مثلا ولا هتحب ان احنا مثلا نضيع الفلوس دي في المظاهر واللبس وتغيير البيت ان احنا نجيب حاجات مثلا اغلى شوية فساط مثلا نغير العبش وبكلام دوت طيب هل هتحب ان احنا مثلا نستخدم الفلوس دي في ان احنا نسعب ارايب لينا طيب ايه رأيك في فكرة ان احنا نسافر او ان احنا نروح نحضر مصرح مثلا او سينما او حاجات دي ونصرف فيها جزء من الفلوس دي طيب ايه رأيك في المناسبات الاجتماعية يعني ممكن نروح نعمل حفلة لصحابنا مثلا بجزء من الفلوس دي إنت إيه رأيك في الموضوع دوت طيب إيه رأيك في الميكوب والكلام ده إيه رأيك في اشتراك الجيم هل ده لو معنا فلوس كفاية هل ممكن يعني أشترك في الجيم أو إنت كمان تشترك في الجيم طيب إيه رأيك ندفع الفلوس دي كمان في الهوايات لو أنا مثلا بحب القراءة والقراءة من الهوايات المكلفة ايه رأيك هل ده هيبقى فيه مشكلة مثلا ولا لا ايه رأيك في فكرة ان احنا الرب حيوان أليف ونجيب له الاكل مثلا درايفود والكلام دوت طيب بالنسبة لان احنا مين فينا اللي هياخد القرار بالنسبة للامور المادية يعني مين فينا اللي هيحدد اذا كانت الحاجة دي ضرورية ولا لا اذا كانت الحاجة دي من أودويات الشهر ان احنا ندفع فيها ولا لا هل انت شايف انه ده من حق واحد فينا الوحده ولا احنا الاتنين هنشترك في القرار ولا انت شايف هتمشي ازاي هل هنتناقش مثلا ونشوف ايه الاولويات يعني مثلا انت مثلا مختلف معايا في انه اه اجيب ميكوب ولا لا هل ده ممكن يتقابل مثلا ان انت تقول لي لا مش هتجيبي والفلوس تاخدها مني او ما تدينيش فلوس اصلا انت لو انت بتكسب يعني اكتر مني وانا يعني دخلي مفيش او مثلا دخلي على قبدي او دخلي صغير شوية هل هتجبرني في وقت ان انا يعني مثلا يكون في ضغط مالي عندنا هل هتجبرني ان انا اشتغل شغل انا مش حباه عشان تحسين الظروف المادية ولا لأ ولو اه ده ما حصلش هل هتجبرني ان انا اتنازل عن حاجات لانك انت اللي بتصرف يعني انت اللي بتصرف على البيت وانت المتحكم في الدخل وانت اللي بتجيبي الفلوس ولا اه انت ما نكش دعوة بطريقة صرفي ولا هتتفاهم معايا في النقطة دي الاسئلة دي اللي انا قدمتها النهاردة اه في سلسلة اسئلة محتاجين نسألها البعض قبل الارتباط دي كانت عن الجزء المادي والتعاملات المادية ياريت تركز في الاسئلة شوية وتحاول تسمحها مرة واثنين وتفكر اه انت كمان في اجاباتها قبل ما تسألها للشريك ولو ينفع ان انتو تكتبوا الاجابات في ورقة اه قبل ما تسألوها لشريك حياتكم وتروحوا اه اريين الورق او اريين الاجابات مع بعض وتشوفوا نسبة توفقكم في الموضوع دوت من الناحية المادية ومن ناحية التفكير في الامور او التعاملات المادية هيكون ازاي وعلى فكرة ده مش نموذج اه تخدوه كأنه مسلم بي لا دي مجرد اسئلة بسيطة انا اه باقترحها عليكم لانه في اسئلة كتير جدا انت ممكن ان انت كمان يعني بسيبك من اللي انا بقوله انت ممكن ان انت تدخل عن نت تدور افكار واسئلة هتجيب كتير جدا انا باذن الله في السلسلة دي هحاول ان انا هحطلكوا اسئلة في مواضيع مختلفة عشان نعرف نحكي مع بعض في ايه انا خلصت الحلقة دي وكالعادة من بوداكاست دكتور حب انه لو انتوا حابين اي موضوع نتكلم فيه ياريت تسيبولي في الكومنتات وباذن الله عاملكم حلقة مخصوصة عشانه